مسيرة حافلة من العمل الوطني المخلص والعطاء والوفاء تلخصت في شخصية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله من خلال ما قدمه لمليكه ووطنه وشعب البحرين الوفي ارتباط وثيق بين سموه وأبناء البحرين في مختلف المحافل والظروف لتلمس احتياجات المواطن والعمل على ترجمة تطلعاته إلى مشاريع تنموية استراتيجية ارتقت بالمملكة إلى أعلى المستوحت بتوفيج من الله أن البحرين دائما وأبدا سوف تكون مكان للأمن والاستغرار وشعب البحرين دائما سوف يكون هو خط الدفاع الأول عن ما يحمي هذا البلد ومكتسباته وإنجازاته ها قد ترجل ابن البحرين البار أمير الإنسانية والمحبة أمير العمل الدؤوب والنجاحات المرموقة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء منتقلا إلى جوار رب غفور وكريم يرثيه وطن أخلص له ويبكيه شعب لطالما كان وفيا في خدمته وتحقيق تطلعاته إنه أمير العطاء والتضحيات والمواقف النبيلة في خدمة وطنه ومليكه وشعبه رجل لن يكرره التاريخ في مسيرة مملكة البحرين الزاهرة فقد ساهم رحمه الله بكل سخاء وأسس بكل إخلاص لعمل حكومي وطني نموذجي ارتقت به البحرين إلى أعلى المراتب والمستويات وترك بفكره النير ومسيرته المباركة إرثا عظيما تستنير به رجالات البحرين على طريق النماء والتقدم مستذكرة مواقف فقيدها ومآثره وتضحياته النبيلة رحمه الله فقد سخر الأمير الراحل حياته كلها لخدمة أبناء شعب المملكة بكل حب وتواضع وعدل ومسواه فقد أحب البحرين هنا وأحبوه وأكرم وطنه بعطائه الجزيل فكان الخير والنماء حيثما كان وكان التطور والعمران والإنجاز كيف لا وهو الرجل المخلص والأب الحاني والقريب العديد لأبناء وطنه دون تحيز أو تمييز فقد نادى سموه رحمه الله طوال فترة خدمته للمملكة بالمبادئ النبيلة والأخلاق الرفيعة والمثل العليا ليكون كما عرفه الجميع الناصح والموجه والقدوة والمثال في مختلف الظروف والأزمان شهد له التاريخ ورجالات الوطن بالحكمة والسمو والاجتهاد لكل ما يحقق رخاء ونماء شعب البحرين فقد كان رحمه الله الحريص الأمين على مكتسبات الوطن والمواطن والداعم الأول لكل التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك المملكة المفدى أيده الله ورعاه دوال حياته رحمه الله حرص على أن يكون قريبا من كل مواطن منصتا لصوته متلمسا لحاجاته وتطلعاته متابعا لكل ما يهمه من خلال مجالسه المفتوحة ولقاءاته الدائمة وزياراته المستمرة فعرف ووجه وتابع كل ما يحقق رغبات المواطن وشيد مشاريع الإنماء والتطور والتحضر والازدهار وكان حاضرا ملبيا لنداء وطنه لمواجهة التحديات والصعوبات واجتيازها بحكمته وإصراره وإخلاصه المعهود ها هي البحرين تتوشح الحزن على فراق ابنها المخلص فرحيل أمير القلوب الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة حدث جلل هز وجدانا كل مواطن مخلص وفاء وإجلالا لهذا الرجل العظيم وتاريخه المشرف ودوره الجليل مؤمنين بقضاء الله وقدره مبتهلين إلى ربهم بالمغفرة والرحمة لفقيد الوطن والأمة أن يسكنه فسيح جنانه إنا لله وإنا إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر